الوسط دعف منتصف يونيو لحوار عاجل لتفادي صدام 30 يونيو عملنا مؤتمر صحفي دعينا فيه إلى هذا الحوار وما كانش الحاجة الوحيدة اللي عملنا احنا تواصلنا فعلاً مع القوة كلها بما فيها القوة اللي كانت بتجهز لـ 30 يونيو وانا لهم بصراحة يعني خلينا أقولك انه في النصف الثاني من يونيو قبل نهاية الشهر عشر تيام مثلاً حصل تليفون وإحنا قررنا انه المهانسة أبو العلا يتصف بالأستاذ حمدين صباحي خدنا قراره وإحنا قاعدين واتصر قاعد يكلم أربعين دقيقة قال له ايه؟ قال له خلي بالك ما يجهز للأحداث المقبلة مش انتك وإنما قوة الدولة العميقة هي التي تجهز إذا كان الرسالة ليك أن انت هتبقى في المقدمة ده مش حقيق وإذا نجحت أي أحداث في إسقاط الرئيس مرسي ده هيبقى إسقاط للثورة مش عشان مرسي بيمثل الثورة أو غيره لا عشان هذا المصار هو المصار اللي هيؤدي للدولة اللي احنا عايزينها شكرا